جامعة المثنى العراقية دقت ناقوس الخطر اليوم بإعلانها عن اكتشاف أول إصابة في العراق بسلالة كورونا المتحورة في المقابل أعلنت وزارة الصحة وبعد طول انتظار عن قرب وصول لقاح كورونا ويسجل العراق ارتفاعا ملحوظا بأعداد الإصابات خلال الأيام الماضية بالتزامن مع هذا شددت الحكومة تعليماتها القاضية بالتزام أقصى درجات الحيطة من الوباء ملوحة بإعادة الإغلاق الجزء أو الكل في حال عدم التزام الناس بالإجراءات الوقائية الوباء لا نعلم مدى وطيرته في الانتشار ولذلك هناك تجديد هذا اليوم في مجلس الوزراء على منع التجمعات والحشود مهما كان منع المناسبات التي يحتشد فيها الناس المناسبات مهما كان نوعها ورغم الإعلان عن قرب وصول اللقاح تسود حالة من القلق لدى الأوساط الصحية العراقية بسبب تصاعد أعداد الإصابات في الفترة الأخيرة بينما أعلنت وزارة الصحة العراقية نها تتوقع وصول الأجهزة الخاصة بفحص عينات السلالة الجديدة في غضون شهرين سرمد القاص الحرا